قوة الحمض المعيار الوحيد حتى نصنف هذا حمض قوي أو هذا حمض ضعيف بمقدار منح مين هذا المادة للأتش بلس أو للبروتون إذا منح الأتش بلس بقوة أو بمقدار كبير رح نصنفه حمض قوي إذا كان منحه بمقدار قليل رح نصنفه حمض ضعيف فالمعيار لتصنيف الحمض هي ترتبط بقدرة القدرة الحمض على منح البروتون زي ما حكينا الأتش بلس عشانك رح نبلش في أول إش اليوم ألف الحمض القوية لو قلت لعرف الحمض القوي بقول هي التي تتأين لاحظ كليا في الماء هاي النقطة المهمة أنه بتتأين بشكل كامل في الماء ما رح يظل شيء من الحمض بمعنى نفس الحمض القوي هي التي تكون أو يكون أكثر قدرة على منح الأتش بلس فالحمض القوي هو اللي رح يمنح الأتش بلس بقدرة عالية بمعنى تأينه بشكل كلي في الماء هذا اللي بدي يعني تعرفوا يعني ببقدار التأين ومنح مين البروتونات بنسميه حمض قوي هون جالوا وبصورة ها وبصورة عامة عامة إذا رمزنا للحمض لاحظوا القوي القوي بالرمز بالرمز إيش يا جماعة اتش اكس أنا أعطيتك رمز افتراضي لحمض قوي اسمه اتش اكس شوفوا معادلة التأين في الماء فإن لاحظ حطوا الاتش اكس في الماء ها في الماء لاحظوا اتأين بشكل تام تأين بشكل تام هسا شو يعني تأين بشكل تام كل الاتش بلس منحوا عشان يك أول معلومة حطناها إنه حطينا إيش سهم واحد سهم واحد تأين بشكل تام فأعطى الاتش ثري او بلس زائد كون إيش الإكس ماينس لاحظ إذا نحطينا الحمض القوي في الماء تأين كليا كليا أعطى الاتش ثري او بلس زائد أعطى مين الإكس مين ماينس هسا أول معلومة إذن بنصل لها تعميم إنه أي حمض قوي بنحط سهم واحد وشو معنى تأين شكل كام يعني كل الاتش اكس الموجود هون ما ظل شيء منه أنتج اتش بلس و اكس مينس منح كل الاتش بلس تأين بشكل كامل عشان كليا وعطيتك رسلي مثلا قبل التفاعل للاتش اكس كانت هاي كميته اتش اكس طب هسا بعد ما تفاعل شو صارت في كميته لاحظ أنتج عنا نفس الكمية من ال اكس مينس و أنتج نفس الكمية من الاتش تري او بلس طب أسألك سؤال ضل عندي من الاتش اكس لا كله تحول للاتش تري بلس وكله تحول لمن لل اكس مينس عشان يكسمينا هذا حمض قوي وتأينه بشكل تام حسا النقطة المهمة اللي بنا نعرفها أنه دائما في الحموض القوية دائما في الحموض الحموض القوية وين يتجه التفاعل يتجه التفاعل دائما يتجى التفاعل نحو مواد الناتجة نحو المواد مين الناتجة ونسميها اليمين لاحظ يا جماعة هيك إذا مشينا هيك رايحين اسمها مواد هاي ناتجة وهذا мне نسميها اليمين favourite عكس إذا اجينا هيك اسمه اليسار وهي نحو المواد مين المتفاعل فالجلد في الحموض القوية دائما احنا نتجه وين نتجه نحو المواد الناتجة اللي بنسميها اليمين هسه واحد بيسألني سؤالته هسه كيف بدي أعرف أنه أنا حمضي قوي هذا المهم هسه كيف نعرف أنه حموضنا قوية هسه في ملاحظة تفهمها وراح نعيدها ان شاء الله خلال الأسبوع الجاي بالحصة الجاي أنه دائما الحموض القوية دائما اللي تفككت كليا هاي عددها ست حموض فقط مطلوب منه حتى من ستة خمسة بس انا رح نعطيكم ستة يعني للعلم السادس تمام وباقي كل الحموض هي ضعيفة يعني أنا عندي آلاف الآلاف من الحموض كلها ضعيفة ما عدد ستة بحفظهم وبفهمهم اليوم فأول واجب عندكم اليوم نحفظ الحموض الحموض القوية شو الحموض القوية الـ H-C-L-O-4 شو الحموض القوية الـ H-C-L شو الحموض القوي الـ H-N-O-3 شو الحموض القوي أيضا اللي هو الـ H-B-R لاحظوا الحموض القوي أيضا اللي هو الـ H-I-U-D الـ H-I-U-D هدولا الحموض الخمسة اللي بدنا نحفظهم تمام؟ وكل حصة بدي إياهم حفظ؟ أحفظ ولذلك اللي بقول لك حموض القوي الـ H-C-L-O-4 الـ H-C-L-O-4 الـ H-C-L- الـ H-C-L-O-3 الـ H-N-O-3 الـ N-H-P-R الـ H-B-R الـ H-I-U-D الـ H-I-U-D S-O-4 هذا للعلم مش مطلوب حفظه للعلم بعرف وهذا حموض قوي شفنا عليه أسئلة وزارة قديمة لأنه كان يجبوه هذا هو من الحموض القوي بس إحنا وفق بناهجنا ما تم عملية وضع عليه أي أسئلة حتى ندخل فيه فأنا اللي بركز عليهم فقط وحادية البروتون اللي فقط عنده أتش وحدي اللي عنده أتش هو المطالبين فيه بالامتحان طب هذا حموض ثنائي البروتون ما إنه فقط للعلم بعرفه حموض قوي بس كل التطبيق على مين على الموجود أمامنا تمام هسا النقطة المهمة لو جيت قلت لطالب هسا أعطيني أو أكتب هاي نخذ مثال هسا مثال لو قلت لطالب اكتب لي معادلة لاحظ تفاعل مين الـ HBR وقلت له حدد اتجاه التفاعل هسا أول شيء لما يقول لك أكتب معادلة تفاعل لحموض اللي بديه منك تعرفه إنه هذا الحمض اللي أعطيتني يا قوي ولا ضعيف HBR هذا من الحموض القوي هذا أحساس حمض قوي أول شيء بستفيد منها من حد ما قال لحمض قوي بعرف اتجاه التفاعل رح يكون نحو المواد المتفاعلة يعني بمعنى آسف الناتجة المواد الناتجة يعني رح يكون اتجاهه نحو اليمين مش قال لي حدد اتجاه التفاعل خلص مما إنه حمض قوي رح يكون نحو المواد الناتجة لهو اليمين طب المعادلة ما هنعرفنا هاي HBR لو حقناها في الماء كل شغل يديروا بالك ويكونوا على مفهوم برونستيد حس من هون حتى أختم وحدة الحموض أي تفاعل بكتبه هو على وحدة بيكون مين وحدة أو على مفهوم اللي هو برونستيد سيبك من أرهين سيبك من لوز كل شغلنا على برونستيد لحظوا هذا حمض لحظوا حقه تسهم واحد لأنه حمض قوي تفكك وتام هذا الحمض شو هي جماعة القاعدة طب الحمض شو بعطي الحمض بعطي اللي هو بنسميه H plus طب القاعدة شو بتستقبل H plus عشانك رح يتكون عندي H 3 O plus زائد رح يتكون ال B R minus فهي H BR زائد H 2 كون H 3 O plus زائد مين ال B R minus تمام طيب هذا حمض هذا حمض وهذا قاعدة وحطيت سهم واحد لأنه زي ما حكينا هذا حمض قوي وبنكتب طوال اتجاه التفاعل نحو المواد الناتجة حبيت تكتب اليمين هي نفسها المواد مين الناتجة فبحفظ التنتين اليمين هو نفس المواد مين الناتجة تمام هاي بالنسبة لحد الان بشترع الحمض القوي وعرفنا انه اليوم بدأ نحفظ هذولا الحموض مين القوية تمام تمام هاي نقطة النقطة الثانية اللي بدي ياكوا تفهموها معي لو كان الحمض ضعيف ما هو الحمض الضعيف هون نفكر ومن ثم نقارن بينهم أثناء عملية الشرح هسا جايبوا يقول لي بقى الحمض الضعيف ها بقى الحموض لاحظوا الضعيفة شو بعرفوها الحموض الضعيفة لاحظوا هي التي تتأين لاحظ ايش يعني تتأين جزئيا جزئيا لاحظوا في الماء لما قول تتأين جزئيا شو يعني جزئيا جزء منها بده يتأين جزء رح يضل بمعنى آخر جبت الحمض الضعيف حطيته في الماء حطيته بأي مادة بلس يتأين ولكن تأينه ما كان كامل حطناه بالماء بلس يتأين يتبين شو معنى تأين جزئي جزء منه تأين والباقي يضل زي ما هو بعكس القول تأين كلي أو منحا للأتش بلس كليا حسا الحموض الضعيفة نفسها نقول هي الأقل منحا لمين للبروتونات اللي هي للأتش بلس بمعنى أقل منح لمين للبروتونات فالحموض الضعيفة هي الأقل منح فالباطيني أتش بلس بمقدار أقل هو الضعيف هو نفسه اتأين جزئيا عشان هيك بدي أعيد وأقول لكم وبصورة عامة وبصورة عامة شو الصورة العام اللي بتحكيها إيش بدي أحكي لكم إذا رمزنا إذا رمزنا للحمض لاحظ الضعيف الضعيف بالرمز بالرمز جينا رمزنا للحمض الضعيف بالرمز أتش إكس نفس ما قلنا قبل شوي عنه قوي هسا بعطيكم رمز افتراضي وأنا قلت لك أنه أتش إكس شو ما له حمض ضعيف نشوف معادلة تأيينه شو اللي صارت أول ما جبت أتش إكس هذا الحمض الضعيف حطيته مثلا في الماء بلشت فاعل زي ما عودناك ويمنح الأتش زي نفس القوي صار يمنح للأتش هسا لما منح الأتش شو تكون عندي الأتش ثري أو بلس وتكون من الإكس ماينس طلعوا شو الاختلاف ألقيت هون هسا أول ما حطيت الحمض الضعيف في الماء اتفكت اتأيلا أتش ثري أو بلس وإكس ماينس شو اللي صار هون لما وصل الإكس ماينس والأتش ثري عند تركيز معين فورا اتفاعل الإكس ماينس مع الأتش ثري هذا ما كان يكون مع مين مع الحمض القوي رجع عن تركيز معين من أول ما حطيت الحمض أنتج هدول عن تركيز معين رجعوا يتفاعلوا ورجعوا الأتش إكس بين والماء إذن حطيت الأتش إكس في الماء كون أتش ثري وبلس زائد إكس ماينس هنا الغريب رجع الـ X- يتفاعل مع الـ X3 يكون مين؟ الـ X و kicking مين؟ والماء رجع أيضاً الماء والـ Xx يتفاعل يكون الـ X3 والـ X رجع الـ Xx برضي يتفاعل مع الـ X3W eighty-plus حتى يرجع الـ X- respuesta حتى صارت عندي ما تعرف بحالة الاتزان حالة ما regarding an is it? اتزان يعني سرعة تفاعل الـ X مع الـ M نفس سرعة تفاعل الـ X- مع الـ X3W سرعة الأمامي نفس سرعة مين العكسي هنا صار عندي حالة اتزام هذا الحكي ما صار بالحمود القوية الحمود القوية كل الاتش اكس اعطاه مرة واحدة فكون الاتش اكس اكس وX cascade ما قدروا يتفاعلوا يرجعوا التفاعل هنا اول ما عطيت الاتش اكس في الماء تكون اتش اكس تركيز صغير وX cascade اتش اكس رجعوا 위해서 وتفاعلوا ورجعوا مين الاتش اكس اللي هو الحمد مع الماء حتى زی ما حكينا صار حالة اتزام طيب نصل بتعميم انه في الحمود الضعيف شو رح يصير فيه عندي تفاعل منعكس عشان كنا نقول لكم لما نخدت الحصص الاولى انه اذا حطينا سهم واحد وذا حطينا سهم اثنين ننعرف ايش هل ساهم واحد معنى هذا الحمد قوي او قاعدة قوية طيب ضحطيت سهمين معنى هذا الحمد ضعيف او قاعدة شو ما لها ضعيف السبب انه هون يحدث عملية مين الاتزام طيب نفسره اكثر انا نفسره تخيلوا انا لما جبت الاتز اكس كان هيك نحكي تركيزه او كميته هاي الاتز اكس هذا قبل حطيته في الماء تمام طلعوا النواتج اللي نتجت نتج اول اشي اتز اكس طلعوا تركيزه قليل نتج اتش تري او بلس برضو تركيزه قليل بس هيك وضل عندي تكمية كبيرة من الاتز اكس لاهدوا هاي الاتز اكس كمية ضلت في الماء يعني مش زي الحمد القوي الحمد القوي كله اعطى اتش تري وكله أعطأت إكس مانس طب هون شو ظل؟ هون لما حطيت الحمض القوي في الماء جزء منه تفكت جزء والباقي ظل زي ما هو ظل زي ما هو عشان يكمن مثله هذا تأيون الحمض الضعيف بعكس التأيون الحمض مين؟ القوي تمام؟ هسا النقطة الأهم بما أنه صار عندي اتجاهين للتفاعل صار عندي اتجاهين اتجاه أمامي واتجاه عكسي هسا وجد العلماء معلومة مهمة واحد يسأل طب استاذ وين التفاعل رح يكون؟ هذا تفاعل أمامي هيك وهو التفاعل العكسي الاتس اكس مع المي بتفاعل بيكون اتس تري او بلس وبيكون ايش يا جماعة؟ بيكون الايش؟ الاتس ماينس تمام؟ أنا مش شايف تعليقاتكم هايوة يا آية آه طبعا ما بتأيين كامل عشانك بنحط سهمين مظبوط تمام آه دائما سهمين لأنه ما بتأيين كامل يعني الحمض الضعيف لأنه ما بتأيين بشكل كامل انعكس التفاعل فبنحط سهمين تمام؟ هاي نقطة هسا النقطة المهمة عندي أنا إنه الاتس اكس هون ضل جزء كبير منه وتكون ااتس تري وتكون اكس مانس بس الجزء شو الأكبر ضل زي ما هو الحمين الضعيف هسا البديل يا منك تفهموه إنه هون اللي بهمني أنا بما إنه صار عندي اتجاهين للتفاعل الحمض القوي اتجاه واحد نحو المواد الناتجة حسمنا اتجاه التفاعل طب هون شو أجب وقل لي وين بدي يكون اتجاه أكثر وين اتجاه رح يكون أكثر عندي سهم هيك وعندي سهم هيك هسا وجد العلماء إنه دائما ها دائما ينزاح التفاعل نعيد دائما ينزاح التفاعل نحو الحمض والقاعدة الأضعف إذن هاي ملاحظة مهمة إذا ما يسألني بكرة في الحموض الضعيفة أو القواعد الضعيفة وين رح يكون اتجاه التفاعل هون بتطلب مني أعرف حموضي في المعادلة أو قواعدي في المعادلة وأعرف مين الأقوى ومين الأضعف إذا عرفت هذا أقوى خلص إذن بيكون التفاعل نحو مين الأضعف تمام؟ عشان هيك بترتب في الحموض الضعيف والقواعد الضعيف في أكتب معادلة التفاعل وأجري عملية المقارنة أما الحموض القوية بأعرف الاتجاه طوالي مدام حموض قوي خلص اتجاه التفاعل نحو المواد المتفاعلة نحو اليمين تمام؟ هاي نقطة النقطة الثانية وهي الأهم اللي بدي أعطيكم إياها كملاحظة تعرفوها إنه دائما يا جماعة الحموض القوي القوي ولا الأقوى دائما يعطي قاعدة يعطي قاعدة مرافقة إذن دائما الحموض القوي يعطي قاعدة مرافقة ضعيفة 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 أما الحموض الضعيف أما الحموض الضعيف شو يعطي؟ يعطي قاعدة مرافقة شو مالها؟ قوية فباجي إذن حموض قوي إذن قاعدة الحموض القوي دائما الناتج منه قاعدة مرافقة شو بتكون ضعيفة أما حمد الضعيف شو قاعدة المرافقة راح تكون قوية وكذلك القواعد دائما برضها القاعدة القاعدة القوية شو تعطي تعطي يا جماعة حمد مرافق حمد مرافق إذا كانت قاعدة قوية حمد المرافق راح يكون إيش ماله ضعيف تعطي إيش حمد مرافق مين ضعيف كذلك يا محترمين كذلك إيش إني بدي أعرف برضو دائما أيضا القاعدة القاعدة القوية الضعيفة الضعيفة القاعدة القاعدة الضعيفة القاعدة الضعيفة تعطي حمد شو ماله مرافق بنسميه قوي أو أقوى فده قاعدة ضعيفة معنى راح يكون حمد المرافق شو ماله أقوى تمام وده كانت قاعدة قوية معنى الحمد المرافق راح يكون شو ماله أضعف هدول بدنا نفهمهم ونطبق عليهم أسئلة تمام هسا عشان نفهم أكثر عشان نفهم أكثر دائما يعني الحموض القوية بتعطي قواعد ضعيفة حتى لو كان الحمض أقوى راح يفهمك الجي تي آية شو معنى أقوى دائما نخد المعلومة لما تكتمل عندك خليكي معي هسا قلنا حمد قوي معنى قاعدة ضعيفة حمض ضعيف معنى قاعدة المرافقة قوية قاعدة قوية حمضها المرافق ضعيف القاعدة الضعيفة حمضها المرافق شو راح يكون من أقوى طيب هسا كيف نفهم أكثر نركز مع بعض في أول مثال دائما بحب أنا تفهموا كل الفكرة عشان تضل المعلومة كاملة وما يعني اتوه تمام نخذ مثال رقمه أحد مثال واحد بقول لي جاي بقول لي هون اكتب لاحظ معادلة تفاعل معطيني الـ HF مع مين مع الـ CN- وجاي بقول لي ثم حدد ها حدد أين ينزاح التفاعل وين راح يكون انزاح التفاعل أكثر لمين لهذا التفاعل هسا باجي أول شغلة بقول اكتب معادلة التفاعل علمتكم عليه أنا كل معادلاتي عبرونستدلوري بجيب الـ HF هاي الـ HF هاذا بعرفه حمض صح ولا مصح وانه HF متعادل حمض هاي ولا شي هسا بصنفه هاذا قوي ولا ضعيف انتو شرعكوا قوي ولا ضعيف هاذا حمض من الحموض الـ 6 لا معناه هذا حمض ضعيف تمام باجي بفاعله مع الـ C- مجرد معرفة حمض ضعيف بحط فور سهمين بعكس القوي كنت حط سهم واحد طيب هالسا باجي بقول أتش متعادل حمض او أيون سالم وما عاتش قاعدة فهاي قاعدة وهاي ايش حمض لان انا شغال على الصيغة الرابعة اذا خدتوها بتذكروا لو معطيتكم مفهوم برونستدلوري هذا حمض من ناحة شين منه أتش شو بنتج منه الـ F- طب هاي قاعدة استقبلت أتش شو بتصير يلا أتش سي أن أتش ايش يلا سي أن هالس باجي بقول هذا حمض تمام هذا الحمض شو أنتج بمشيها أنتج ايش قاعدة مرافقة والقاعدة هاي شو أنتجت حمض مرافقة فبصلي بتعميم انه أنا الحمض هون تفاعل مع القاعدة الحمض لما تفاعل كون الأف مانس هاي القاعدة المرافقة سي أن مانس قاعدة لما تفاعلت شو كونت حمض مين مرافقة حسا جيت سألت سؤال شو بتلاحظه أنا لو جيت سألت بتقول لي السادس أنا بلاحظ في عندي في المعادلة حمضين في عندي بالمعادلة ايش حمضين عندي مين عندي يا محتربي حمض اللي هو مين الـ F وعندي حمض اسمه H مين سي أن هذا حمض وهذا حمض هسا باجع السريع وهي قاعدة وهي قاعدة هسا باجع السريع بكل هدوء أنا قل لي دايما بدك تعرف اتجاه التفاعل وين بنزاح نحو الأضعف هسا باجعب اتطلع شو المشكلة عندي في المعادلة انه هذا حمض ضعيف وهذا حمض ضعيف هل مطلوب اني أنا كطالب او حتى كأستاذ اكون حافظ حموض ضعيف عندي كثير بالميات حسب قوتها اكيد لا لذلك هذا السؤال لو اجب الوزارة ناقص لازم يعطيني معلومة لانه هذا الحمض ضعيف وهذا ضعيف بس لازم اعرف ترتيبهم من اقوى عشان هيك هو اما بعطي معلومة زي هيك مثلا بقول لك علما هاي المعلومة لازم يعطيني هذا السؤال لانه ما بنحل السؤال اتجاهه علما انا كتبت لك المعادلة بس ضل الاتجاه انا قلت يرجح الاتزان او ينزح التفاعل نحو الحمض والقاعدة الاضعاف طيب شو بدي اعرفني الاضعاف هاي بعطيني معلومة علما بان علما بان حمض الاتش اف اعطاني اياها اقوى اقوى من حمض مين يلا الاتش سي ان فعلما بان حمض الاتش اف اقوى من حمض مين يلا الاتش سي ان هسا دي عرفت المعلومة الاتش اف أقوى إذا هذا شو بدي يكون أقوى هذا شو بدي يكون أضعف هذا شو رح يكون أضعف لاحظوا ليش دائما قاعدة إذا عرفنا هذا الحمض أقوى الجبه زيه خلص هذا أقوى معنى هذا أقوى إذا عرفت القاعدة أقوى خلص معنى الحمض أقوى طب إذا الحمض هذا أقوى قرنتم هذا شو بدي يكون أضعف إذا هاي أقوى شو رح تكون هاي أضعف نروح لملاحظاتنا كتبناهم هذا حمض أقوى شو بعطي قاعدة أضعف هاي قاعدة أقوى شو بتعطي همض مين أضعف ولحظه ما قلت همض قوي قلت أقوى يعني زي طالب بالتوجيه جاب 50 هذا ضعيف وطالب تاني جاب 55 الثاني ضعيف طب قلت لك قارنهم مع بعض بقول هذا الـ 55 أقوى وأنا هيك الـ HF همض ضعيف والـ HCN همض ضعيف طب قارن لي إياهم طلع هذا أقوى من مين من هذا فدائما القاعدة يعرفت إنه هذا أقوى القاعدة زيه أقوى طب شو رح يكون هاد أضعف أضعف حسن شو بقول لي أين يتجه أو أين ينزح التفاعل بقول له نحو الأضعف نحو الحمض يلا والقاعدة الأضعف شو بتقوله لي هون مباشرة نحو وين الأضعف المواد يلا الناتجة اللي شو بنا نسميها اليمين نحو مين اليمين كتبت نحو اليمين صح كتبت المواد الناتجة صح بناء على أنه دائما يرجح أو ينزح التفاعل نحو مين الأضعف كتبت المواد الناتجة صح